السلام عليكم متابعين الكرام مرحبا بكم مجددا في قناة مجد فراغرانس لمراجعة وتقييم العطور اليوم لا تأينا إلا أن نراجع معكم خمسة من بين أحسن العطور التي يمكن استعمالها في فصل الربيع فضلا وليس أمرا بالنسبة للوفيدين الجدد اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وضغطوا اللايك ليصلكم كل جديد يبقوا معنا مرحبا بكم مجددا أصدقائي نحن على أبواب فصل الربيع وكما تعلمون فصل الربيع فصل جميل جدا ولهذا يجب أن نختار أجمل أنماء العطور للتعطر بها في هذا الفصل اليوم اخترت لكم باقة من أجمل العطور عبارة عن خمسة عطور على حسب تقييمي أنا وهي كالتالي رقم خمسة عندنا عطر لاكوست أنتونس من لاكوست هذا العطر الذي انتجه في سنة 2018 هو عطر خشبي حار للرجال كنا خلف هذا العطر العطار ميكايل جيرالد يفتتح معنا عطر لاكوست أنتونس لوم بالسفرجل البرتقال الكريب فروت المندارين والليمون يتدرج معنا هذا العطر لتنبع لنا الروائح التابلية مثل الزنجبيل الفلفل السود والهيديون اللوز الأناناس والياسامين في قاعدة العطر يوجد عندنا البونيليا نجيل الهند العمبر وكذلك زيت السريول وخشب الأرز والعمبر والمسك أنصحكم أصدقائي بارتداء عطر لاكوست لوم أنتونس وهذا لما يحتوي من توليفها جد فريدة من نوعها راح تتركوا أهاكم انطباع جيد جدا بالنسبة للتبات فهو عطر من متوسط إلى جيد في التبات فوحانه متوسط أما بالنسبة للسعر مقارنة بالجودة فهو حاز على تقييم من جيد إلى جيد جدا في المرتبة الرابعة اخترت لكم عطر انديكو مستر بربري من دار بربري هذا العطر هو عطر خشب الأروماتيك للرجال انتجه في عام 2018 على يد فرانسيس كورديجيا يفتتح معنا عطر بستربة بري من ديكو بالروز ناري العيمون البرغاموت والغريب فروت يتدرج معنا هذا العطر في قلب العطر بالنعناع روائح المياه والبنفسج والميراميه والشاي والهيديون قاعدة العطر تستكوى من طحب البلوت والإيزو إي سوبر والعنبر أنصح بشدة باستعمال هذا العطر في فصل الربيع لما يحتويه من نوتات فراش ونوتات منعشة يعني تعطيك الإحساس بالنقاء والنظافة والارتياح لما نشوف السعر مقارنة بالجودة فهو حائز على تقييم من جيد إلى جيد جدا هذا العطر الرجالي أرى بأنه صفقة رابحة لهذا أتمنى منكم أن تجربوه ويكون في مجموعاتكم اخترت لكم في المركز الثالث عطر فالنتينو أمو أكوا هذا العطر الذي امتج في سنة 2017 جاء بعد النجاح الذي حققه عطر فالنتينو أمو الذي أصدر في عام 2014 إذن فالنتينو أمو أكوا أصدر في ربيع سنة 2017 يمثل إصدار جديد النسخة الصيفية المنعشة من العطر المصنوع من الجلد الأصلي والذي لا يزال يحافظ على طابح الأنيق والقوي يحتوي هذا العطر بالافتتاح من الروائح المنعشة من اليوسف والطماطم الخضراء تشكلها الباتشولي والميرامية قلب العطر بينما ينتهي العطر على رائحة الجلود والقزحية تجدون هذا العطر متوفر بأحجام 50 مليلتر و 75 مليلتر إن تبات هذا العطر هو متوسط التبات ليش بالتبات القوي جدا مثل عطر بالنتينو أمو الإصدار الأول أما من ناحية الفوحان فهو من طعيف إلى متوسط بالنسبة لسعره المقابل جودة الخامات الموجودة فيه فهو مقبول نوعا ما هذا العطر يستعمل إلا من طرف الرجال ولا يمكن استعماله من طرف النساء ويذكرون كثيرًا الدين عن m Woo على الموجود في هذا العطر بإصدار فلانتينو أمو الأصل وائسدار فلانتينو أمو أنتونس والخط العطري هذا من فلانتينو أمو يذكرون كثيرًا بعطر ديور أمو فورمان من دار ديور وايضا Cultura زيري فلانتينو أول right في ذلك bede ايضا بعطر ديور اوم سبورت سنة 2012 في المركز الثاني اخترت لكم عطر موستاش اوريجينال 1949 من دار روشا هذا العطر الكلاسيكي المظلوم اعلاميا هو عطر اروماتيك للفجر للرجال وهو عطر اطيقة في سنة 1949 ثم معيدة سياغاته عام 2018 هذا العطر انصح به بشدة لما يحتويه من مكونات فرش تليق جدا بفصل الربيع عندما ترشه سوف تحس بالنقاء والصفاء والسعادة وهذا لما يحتويه من نوطات جيدة جدا ونقية اذا هذا العطر يفتتح معنا بالليمون والبرقاموت اما في قلب العطر يتدرج معنا للافاندر زهر البرتقال والبنفسج في قاعدة العطر عندنا المسك الابيض والتحلب والباتشولي عطر مستهش هو عطر تابت نوع الماء اما بفواحان وفعه من متوسط الى فواح عطر هذا يستعمل الا من طرف الرجال ولا يمكن استعماله من طرف النساء ابدا الا ان عيبه الوحيد سعره مرتفع النوع الماء عطر مستهش الاصلي يذكرني كثيرا بعطر اوسوفاش ديور فاذا من يحب عطر اوسوفاش ديور فما عليه الا ان يجرب عطر مستهش وكذلك يذكرني بعطر ايب سان لوران بور اوم هذا العطر الكلاسيكي الجيد الغني عن تعريف وايضا يذكرني بعطر اكوا دي بارما كولونيا في المركز الاول اخترت لكم عطر تير ديرماس اوت ريفراش من دار هيرماس كما تعلمون ان عطر دار هيرماس هي عطور معروفة بجودتها ونقاوة عطورها وهي قريبة جدا من قلبي لان اقتحامي لمجال العطور كان بعد عشق الشديد لعطر فوياج دو هيرماس فوياج دو هيرماس هو من بين العطور لمظلومة ومنسية اعلاميا ننصحكم انكم اذا اتتكم الفرصة الا ان تقوموا بتجربه لانكم صحا سوف تكتشفون انه عطر يستحق ان تقول عنه انه عطر ديزاينر اذا لكي لا نطول في الكلام خليني احكي لكم على هذا العطر الذي اخترته لكم لاستعماله في فصل الرابع الذي هو عطر تير ديرماس اوتري فراش هذا العطر هو عطر خشبي اراماتيك للرجال اطلق في عام 2014 ليفتتح معنا هذا العطر بالروائح المنعيشة من البرتقال البرتقال عفون والحمريات والروائح المائية في قلب العطر عندنا ابرت الراعي وفي قاعدة العطر عندنا خشب الارز والباتشولي مقارنة السعر بجودة العطر فهو عطر في متناور الجميع ليس بالعطر الغالي جدا اما من ناحية الاستعمال فهو عطر رجال البحث يستعمل بالرجل الناضج الذي مثل ما يقول يعرف اللي عليه و اللي ما عليه كذلك من ناحية الفوحان فهو بعطر ليس بقوي الفوحان وانما هو فوحان متوسط ودبته متوسط وعطر تير ديرماس أو فريش هو عطر انتجاه بعد النجاح الكبير لعطر تير ديرماس الأوريجينال وعطر تير ديرماس البرفيم وعطر تير ديرماس أو أنتون سفتيفر المهم الكثير من الفلينكات الفلينكارات الفون في هذا العطر وفي الاخير ما بقى لي الا ان اقول لكم شكرا عليكم على اصغائكم اذا عجبكم المحتوى لا تنسوا بتفعيل الجرس وضغط زر اللايك اما بالنسبة الوفيد الجدد مرحبا بكم مجددا في قناة مجيد فرغرانس لا تنسوا الاشتراك ليس لكم كل جديد